على صعيد اخر انهى الحجد الشعبي تفتيش ثلاثة قرى والعثور على مضافة لعناصر داعش شمال شرقي بعقوبة وتكر اعلام الحجد في بيان الله ان الحجد الشعبي نفذ عملية امنية تم خلالها تفتيش قرى عبدالله الحطام وسيد مصطفى ووادي ثلاب عثر خلالها على مضافة تحتوي على مواد غذائية واعتذة تابعة لعصابة داعش القت قوات الشرطة في محافظة نينوى القبضة على عدد من المطلوبين بالمادة الرابعة ارهاب شمالي الموصل وذكرت مديرية الشرطة في بيان الله ان مفارز شرطة المحافظة القت القبضة على ثمانية اشخاص في منطقة حي الصديق يذكر ان القوات الامنية تقوم بين الحين والاخر بعملية امنية في نينوى لمنع حدوث اية خروقات في المحافظة ولإلقاء القبض على مطلوبين بجرائم جنائية وارهابية